موسيقى عديدة هي خطابة إسرائيل المروجة لتطهيرها شمالية القطاع من عناصر حماس ولعل القتال حول مستشفى الشفاء والاستلاء عليه نوفمبر الماضي بمثابة لحظة الذروة لما سماه الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من الهجوم على غزة غير أن العملية العسكرية التي شهدها المجمع الطبي والإعلان عن تصفية قيادي وعناصر من حماس كشفا أن سيطرة إسرائيل على مناطق يفترض أنها تم تطهيرها من مقاتلي حماس هي أكثر هشاشة بكثير مما دعا القادة السياسيون في تل أبيب تحليل لصحيفة الجاردين البريطانية اعتبر عودة جبهة الشمال إلى الواجهة اعتراف ضمني بأن السيطرة الإسرائيلية على مناطق الشمال قد تراجعت على ما يبدو فكيف ذلك؟ على الرغم من تكبد حماس خسائر فادحة إلا أنها لا تزال تمتلك العدد الكافي من مقاتليها ومراكز قيادة كافية لشن هجمات متفرقة على القوات الإسرائيلية عندما تكون الظروف مناسبة إسرائيل أيضا سرحت معظم جنود الاحتياط لديها ونقلت وحدات نظامية إلى حدودها الشمالية أو الضفة الغربية المحتلة أما المرحلة الحالية من الهجوم على غزة فتتضمن حسب خبراء عسكريين ضربات وغارات محددة الأهداف بدلا من عمليات واسعة ولأسباب اقتصادية وسياسية لم يكن لدى المخاططين الإسرائيليين سوى خيارات قليلة فهناك عدد قليل من القوات بشكل دائم على الأرض في شمال غزة ويقتصر معظمها على ما يسمى بالحصون على مشارف المراكز السكانية أو في نقاط استراتيجية مثل تقاطعات الطرق وتوقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة متواصلة من حماس لسنوات قادمة فيما ستتواصل جهود تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس والتي قد تسمح للحركة بالاختباء أو استعادة قواتها